نجاة من شبح القتل والدمار يجعلهم يزجون أنفسهم بمراكبة قد تكون للموت أو الخلاص فالحرب المستمرة في سوريا دفعت الشباب للهجرة نحو أوروبا بحثا عن مكان يوفر لهم الأمان المنشود خط سيرهم نحو الحلم الموعود محفوفا بالمخاطر يبدأ ببلوغ تركيا أولا ومن ثم باستخدام قوارب مططية أو زوارق صغيرة تفتقر إلى أدنى مقومات السلامة لبلوغ الجزر اليونانية ومن يصل إلى اليونان سالما بقي عليه أن يحدد وجهته في أوروبا باستخدام جوازات سفرا مزورة يؤمنها تجار التهريب أوروبا إذن هي وجهتهم والغالبية منهم يقصدون ألمانيا والسويد والنرويج ألمانيا سجلت أعلى نسبة من اللاجئين تابعتها السويد ثانيا ومن ثم النرويج ثالثا وعز مختصون في ملف الهجرة ذلك إلى حاجة أوروبا للفئة الشبابية بسبب ارتفاع نسبة المسلين لديها ستون في المئة من السوريين الذين حصلوا على وضع اللجوء في عام 2014 توزعوا في ألمانيا والسويد غير أن أبواب أوروبا تبقى ضيقة أمام اللاجئين السوريين وخصوصا أولئك الذين رست رحلتهم قسرا في دولة أوروبية قبل بلوغهم الدولة التي يعتزمون وصولها فأي ختم دخول إلى أوروبا على جوازات سفرهم يلغي لهم الحق في اللجوء بالبلد الأوروبي الذي يحلمون ببلوغه وهذا يأتي بسبب القوانين المعمول بها في الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية للاجئين غير أن دولا أوروبية مثل ألمانيا التي كانت من أكثر الدول المتشددة حيال قبول اللاجئين على أراضيها أصبحت أول دولة أوروبية تقرر علانية إلغاء قانون إعادة اللاجئين إلى أول دولة أوروبية دخلها وللتميز بين اللاجئين الذين يتوجب استقبالهم كحالة ملحة فقد دعت مفوضية شؤون اللاجئين إلى ضرورة إقامة مراكز فرز للتدقيق في هوية اللاجئين والتمييز بين الفارين من الحرب عن أولئك القادمين من أماكن أكثر أمناً وتحت أية قرارات ومقترحات جديدة يبقى كل ذلك باب أمل جديد للسوريين بأن ترميهم مراكبهم العابرة في بحار الخوف والعتمى على أراضي يبدأون منها مستقبلاً وعمراً جديدين